السلام عليكم إخواني وأخواتي متابعين في قناتكم في رابع محاضرة من محاضرات دولف آن المستوى الأول من اللغة الفرنسية وبحول الله بعد انتهاء المحاضرات 16 محاضرة هتكون عندكم صلاحية أو تقدروا تروحوا المكة الثقافي الفرنسي في بلدك وتمتحنوا الامتحان بكل ارتياح وإن شاء الله ستحصلون على الشهادة بحول الله فيديو النهاردة من أهم الفيديوهات اللي هتساعدكم بجد اللي هو فيديو تعلم القراءة تعلم القراءة باللغة الفرنسية عايزين ننتبه كويس جدا في الفيديو ده ونسجل زي ما قيلين ناخد القيه بتاعنا ونستيلوا بتاعنا ونسجل كل شيء طبعا أول حرف معنا هو الحرف الثاني ثالث رابع خامس أو سادس إجراك بس هنا نطق الإجراك هيكون مع القراءة هيبقى إي داكور نقرأ حرف البي مع الحروف دي معنا با با بو بو ننزل السطر اللي بعده بي بو 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 بي بي زي ما انتم ملاحظين حرف البي والإي والبي والإي جراك بتنطقه نفس النطق اللي هو بي دا أول شيء معنا لازم نطقنه يعني حرف قنصون مع حرف عادي فايال هنطق عادي جدا الحروف اللي احنا خدناها في أول محاضرة لنا للقراءة الحروف داكور معلومة مهمة جدا إن حرف الأو اللي هو تاني حرف من حرف الفايال الموجودة عندنا هو لما يبيجي مع الكلمة في آخر الكلمة بيكون زي سكون الآخر حرف موجود معا وحنشوفو معانا في الفيديو خليكم معايا زي ما انتم شايفين هنا معانا حرف الأو وحرف الأو المقطعين دول بيتنطقوا حرف الأو عندنا إجزامبل بو بو جميل باتو باتو باخيرة بول بول اسمه شخص أوسي أوسي كذلك دونك قلنا مقطعين دول بيتنطقوا حرف الأو داكور بو باتو بول أوسي فونتيك اللي بعدي كده عندنا حرف الأو وحرف الأو لما بيجي بعدهم حرف الأو بيحصل مد للحرفين يعني إيه؟ يعني حرف الأو حنا بنطقوا الأو بس لما يجي بعده الأو حنطقوا الأو أو الأو نفس الشي أو بس بمدها بتبقى أو أو دونك حنقى تخو تخو حفرة كو كو يعني رقبة بلو بلو زي ما أنتم ملاحظينه هو حرف الأو بس خليته أو بلو لون الأزرق بغ بغ زبدة فونتيك اللي معانا دلوقتي عندنا حرف الأو والأو 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 حنبتدي بالأ عندي الأو مع الإ بيبقى نطقها إيه إيه يعني حرف الأو بس بحاول حطله قصرة إيه لحظوا أ إيه بكر حننطق الكلمة فخي فخي بالي بالي دونك فخي يعني حاجة فريش يعني أو رطب طليقصر طيب حرف الأو لما جاء قبله أو حيتنطق إيه حيتنطق و و يبقى الأو إيه بتتنطق و مو مو أنا سواف سواف عطشان العطش الأو لما جاءت بعدها حرف الأو حتتنطق و وي وي هننطق الكلمة ويت ويت طبعا ما نطقناش القاش لأنه قولنا هو حرف أحيانا بيكون حرف صامت هنا حرف صامت نوي 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 الإي أم والإي أم والأي أم والأي أم بتنطقوا نفس النطق اللي هو أ أ أ بفتح الفم أ هنقرأ الإجزامل آنجينيور آنجينيور يعني محندس آنبوسيبل آنبوسيبل غير معقول لندي لندي يوم الإثنين دمان دمان غدا الآن مقاطع الثالية آن آن آم آن آم كل دول لما بيجي بعضهم حرف ساكن من حرف الساكنة اللي هي زي بي سي دي مع هذا الفواجال هي دي حرف الساكنة بدنا تقو أ أ هناخد لزي أجزامبل أنسامبل أنسامبل زي ما أنتم ملاحظين لما نطعناش لأن والأمل لأن المقطعين بدنا تقو أن أنسامبل يعني توجاتر مع بعض أنسان أنسان يعني طفل أو طفلة شامبيون شامبيون يعني بطل بان بان جيد صامب 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 مزلم دونك هذي المقاطع هنشوف اللي بعده المقاطع الثالية اللي هي أزد أزد أر وأت أزد أر أت ما يكونوا مع بعض حيتمطقوا أ أ بس طبعا يكون قبلون حرف صامت أeszدد أزددد Estoy أزددد يعني أنف أزددد 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 ستنطق سي عادي جدا لان هو نطق العادي سريز سريز الكريز سيتران اللي هو الليمون ميكرو سيت ميكرو سيت اما اذا وجد حرف سي وبعض حرف ال ا وال او وال او بيتنطق دنك كاميرا كاميرا كنكمب كنكمب اكسكوزي اكسكوزي لما تكون السي تحتها شرط صغيرة هو يبتت سامة سي سيدل وغنباح الحروف التالية اللي هي ال او وال او اللي هي بالقطع بتخلي حرف السي بتنطق حتنطق سي عادي لانه بقت سي سيدل جارسان زي ما لاحطوا وهي نطق ناس مش غارقون غارسان فرانسي فرانسي بالنسبة لحرف الجي هو نفس قاعدة سي زي ما انتو شايفين هنا جي بلوس او 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 وهي جي بعدها حرف سيبت حتنطق اكسامبل غارسان غارسان ولد غام غام استيكا ايگو ايگو هي نوع من انواع ال اكسان غلاس غلاس يعني ايس كريم وبالتالي زي ما قلنا الجي ما يii جنبه ا او 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 حرف ثابت بتتنطق G اما لو حرف الجي جنبه حرف الاو الاو投ج او ال I ي学 هيتنتق ج عادي نطقه عادي جدا أكسامبل اللي هو شط البحر اللي هو بيكون في البدلة اللي هو اختصار جم ناستيك صالة العاب الرياضية الآن ننتقل لحرفي P-H P وال-H جنب بعض بيساولي نطق ال-F داكور؟ دونك عندي فوتو فوتو حرف S مع ال-H يتنطق ال-SH اجزامبل شا شا الآن ننتقل لحرف ال-S قاعدة ال-S S-S بتسوي نطق ال-S اما اجزامبل هناخد اجزامبل اول بو الساو اما لو كان عندي حرف الاس في وسط الكلمة حينطق زاد اجزامبل سيزان اللي هو فصل من فصول السنة فزي ما لاحظتوا الاس الاولين نطقتها اس عادي جدا اما اللي في النص نطقتها زاد لما تكون في اول الكلمة تنطق اس عادي لما تكون في وسط الكلمة تنطق زاد لما تكون دوبل اس تتنطق اس الان معانا المقاطع التالية الا اي ال والا اي ال ال والاي جراك بتنطق نطقي هنبص مع بعض عندي غاي غاي لو لاحظتوا ال ال ما تنطقتش ال خالص طاي طاي خيان خيان اخر فونيتيك معانا هو حرف الاو لما يكون فوقي الاكسان الشرطة اللي فوق حرف الاو هي اسمها اكسان وهي انواع لما يكون عندي حرف الاو زي ما قلنا في اول فيديو في اخر الكلمة يحصل سكون للكلمة بلاااااااااااااااااااااااااااااااااش OoP تمام تمام طايب لما يكون حرف الاو عليه ی اكسان بالشكل ده هي اكسان اسماع ايGO اكسان تأيGO اي اي يعني بالقصرة اي تي اي تي صيف بلي بلي قمح اما لو عندي اكسون بالطريقة اللي انتو شايفينها اللي هو ثالث حرف هي اكسون اسمعها اكسون غراف بتتنطي حرف ال او مد مفتوح باغ بافتح بو اي باغ اب ماغ ماغ الحرف الاخير اللي معانا ال او عليه اكسون سيركونفلكس سيركونفلكس هي برضو بتتنطي مد باش بس بضغط عليه زي الشد في لغة العربية باش باش بالنسبة الحرف ال او وبكده نكون خلصنا الفونيتيك بتاع المحضرة الرابعة وطبعا محضرة الرابعة دا الجزء الاول منها هناخد الجزء الثاني بحول الله بكرة ان شاء الله بتكونوا تحفزتوا الفونيتيك وازاي بنقرأ كل مقطع عشان ننتقل لمرحلة الثانية اللي هي نطبقها على النص ونقرأه صح اشوفكو على خير بحول الله ما تنسوش الشير واللايك والشترك فالقناة لدعم قناتكم المفضلة voilà الفرنسي كانت معكم مادام امينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة